وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية صديقة وهي اتفاقية تاريخية تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيد من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة وقال سموه أن هذه الاتفاقية تمثل أعلانا مشتركا يعبر بشكل واضح عن نيتنا في المضي قدما معا نحو مستقبل يرتكز على قيمنا المشتركة ويسهم في تعزيز التعاون من أجل الازدهار المنشود للأجيال القادمة مضيفا سموه أن الاتفاقية الثنائية تمثل أساسا ومنطلقا للتعاون الدولي وفق المصالح المتبادلة للدول والرؤى المشتركة فيما يتعلق بالدبلوماسية والأمن والاندماج الاقتصادي جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله يوم أمس معا للسيد أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيدة نور بن تعالي لخليف وزيرة التنمية المستدامة وعدد من كبار المسؤولين حيث بحث سموه مسارات العلاقات الممتدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية القائمة على القيم المشتركة وأوجه تطويرها لدعم الشراكة الاستراتيجية التاريخية في إطار ما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة على الأصعدة كافة منوها بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز دعائم الأمن ومساع الاستقرار في المنطقة والعالم بما يسهم في دعم مسارات التنمية في مختلف المجالات وأكد سموه على همية موصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بما يصب في الدفع بمسارات التعاون والتنسيق نحو مستويات أكثر تطورا على كافة الأصعدة لافتا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تشهد على الدوام نموا في شتى المجالات بما يحقق الأهداف المنشودة ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة ونوها سموه بهمية الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار مشيرا إلى أن العالم يوجه عددا من الاختيارات والتحديات إما ازدياد التسلط أو دعم الحريات والمسؤوليات الفردية لافتا سموه إلى أن النظام الدولي الذي تجلى في أوائل القرن التاسع عشر قائم على قواعد أساسها حرية التجارة وحركة الأفكار والأشخاص في جميع أنحاء العالم والجميع بالعالم مازال مستفيدا من ذلك مضيفا أن البحرين والولايات المتحدة تثمينان تلك القيمة المشتركة وأشار سموه إلى أن التركيز من خلال الاتفاقية لن يكون فقط على الأمن والدفاع والذي يمثل ضرورة قصوى ولكنه أيضا سيتم التركيز على الاقتصاد وعلى التنمية البشرية وعلى التكنولوجيا وهي اتفاقية مفتوحة تمثل فرصة وأساسا لبنية عالمية جديدة وجرى خلال اللقاء استعراض زيادة أفاق مسارات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أشار معالي السيد أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والاستهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعميق التعاون الثنائي بثلاث طرق مهمة للغاية الأولى أنها توسع التعاون الأمني والدفاعية حيث تستضيف مملكة البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وقال أننا نقف جنبا إلى جنب في تأمين ممرات الشحن الحيوية التي تدعم الاقتصاد العالمي بأكمله كما ستعزز هذه الاتفاقية التنسيق بين قواتنا المسلحة والأمنية والثانية أن الاتفاقية الشاملة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فمنذ عام 2006 تضعفت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا بأكثر من ثلاثة أضعاف التجارة والاستثمار لتصل إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار سنويا واتفاق اليوم يبني على هذا وذلك من خلال تحديد فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص وشركائنا في الولايات المتحدة أما الثالثة أن الاتفاقية تعمل أيضا على تعزز التعاون العلمي والتقني من خلال زيادة تبادل المعلومات بين البلدين والشعبين الصديقين ونحن نتعاون بالفعل في مجالات مثل الأمن الصحي والرقمية شكرا للمشاهدة ويأتي بشكل قد تشعر بشكل مرحباً لكنني أعتقد أنها مطلقتاً شيئاً وقد خلق أصدقل المرحب في 1903 وقد كانت أفراد المقاعدة للمددرس اهلاً لأداء البعض حقيقيقية في الوصف للغاية في المنطفل في المنطفل في المنطفل وقد كانت أصبحت مجموعة لقد كانت أصبحت في ترغم الأكتب what got we founded as the first partout here to sign it and we are the first country to create the US trade zone that we believe is going to be the foundation of something that we are both so passionately working towards and you articulated exactly what this agreement is about it is of I believe a sense of imperativeness, a need المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة سعيل سعيدتك برحبتنا. وحبت نتبه نحن بمشاركة اليوم. وسن تكون الذين يحبون بحرارة على مهام سعيد من سعيد أن يكون هناك إصلاح هذا الواضع على هذه الحالة معكم المنظمة بشيء للدك. شكراً لك.